السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأكارم الأفاضل مرحبا أهلا وسهلا في شرحي مقرر مقدمة إلى التربية أنا الدكتور لطفيح جلاوي أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية جمعة الملك خالد في المفردات العامة في توصيف مقرر مقدمة إلى التربية نجد قائمة من الموضوعات التي علينا أن نشرحها بالترتيب الموضوع الأول في هذه القائمة كما هو معلن على هذه الشاشة المقصود بالتربية إذن هو الموضوع الأول الذي سنتناوله بالشرح الموضوع الثاني في هذه القائمة هو خصائص التربية ووظائفها الموضوع الثالث الذي سنتناوله بالشرح هو العلوم التربوية الموضوع الرابع الأصول التربوية أما الموضوع الخامس فهو الركائز الأساسية للعملية التعليمية ثم الموضوع السادس والمؤسسات التربوية ثم الموضوع السابع والأخير نماذج وأرى وأفكار واهتمامات بعض أعلام الفكر التربوي عبر العصول والموضوع السابع في هذه القائمة بالنسبة للمرجع الأساسي في هذا المقرر سيكون كتاب الأبجديات التربوية هذا الكتاب لصاحبه الأستد دكتور صالح بن علي أبو عراد في طبعتين صدر طبعتين لهذا الكتاب لمكتبة المتنبي الرياض الطبعة الأولى بتاريخ 1435 هجرية والطبعة الثانية في السنة التي تليها أي 1436 هجرية الأستد دكتور صالح أبو عراد هو أستاذ التربية الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك خلد وفيما يلي صورتين لهذا الكتاب في طبعتين قلنا الطبعة الأولى بعنوان الأبجديات التربوية الطبعة الأولى في 1435 أي 2014 ميلادي والطبعة الثانية في 1436 هجرية أي 2015 ميلادي طبعا ليس هناك فرقات كبيرة يعني بين الطبعتين ربما هناك بعض التحسين والتطوير ولذلك فالطبعة الثانية هذه هي الطبعة الأحدث ترجمة نانسي قنقر